اشتركوا في القناة دقة المعلومات وانسجامها التحلي بموضوعية والصدق في التطرف لمختلف الجوانب مرتبطة بموضوع الحوار الاجتماعي فالحرص على هذا الاهتمام يعكس بكل صراحة معهدنا في الحكومة من احترام مستمر لمؤسسة التشريعية ولئن كان جوابكم اليوم مفصلا ومعبرا عن ارادة الحكومة في الارتقاء بمأسسة الحوار الاجتماعي فانه بالنظر لشموليته نعتبره في فارق تجمع الوطني الاحرار استكمالا للحصيلة المرحلية للحكومة هذه الحصيلة التي خلقت الحدث بامتياز ليس فقط بالنظر الى كونها استعترت باهتمام النقاش العمومي على نطاق واسع بل لانها ادت الى احداث وقع ملموس على مختلف مكونات المجتمع بحكم شمولية الاصلاحات واستهداف البرامج لفئات واسعة من المجتمع مما يثبت بعد نظر الحكومة ومقاربتها المتميزة في التفاعل السريع مع التوجيهات والاشارات الملكية السامية السيد رئيس الحكومة المحترم استمعنا بامعان الى جوابكم المدقق والذي يعفينا من التطرق الى نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي اذ لا يسعنا الا التأكيد على ان حصيلة هذا الحوار حصيلة تاريخية وغير مسبوقة سواء فيما يتعلق بمضمون نتائج او في نوع المقاربة المتبعة والمتأسسة على الانصات والاستماع والنقاش او فيما يتعلق كذلك بوقع واطر هذه النتائج على مختلف الفئات النشطة في المجتمع ما جعلها تخلق ارتياحا لدى هذه الفئات ومن المؤكد ان هذه النتائج المتمرة تؤكد بان هذه الحكومة هي حكومة التحديات هي حكومة الكلمة والوفاء بالالتزامات هي حكومة القول والفعل كما هي حكومة المبادرات وابتكار الحلول سيد رئيس الحكومة المحترم مد تنصيب هذه الحكومة التي جعلت الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا هدفه بناء تعقد اجتماعي متين ودائم ومتفق عليه قائم على تعزيز العدال الاجتماعية من خلال مأسسته وجعله فضاء للإصلاح المبني على التوافقات الاجتماعية مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتباره صمام أمان سن اجتماعي ومحفز على تعزيز منسوب التقة وتعمق الإصلاح لتنشيط الاستثمار طبعا سيد رئيس تحملت الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام في ظرفية وطنية ودولية جد صعبة توالي سنوات الجفاف مستوى عالي من التدخب مخلفات جائحة كورونا أزمات دولية أضطرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني إضافة النهادة وجدت الحكومة رصيدا سلبيا في موضوع الحوار الاجتماعي تطبعه أزمة حوار مع فئات اجتماعية امتدت لسنوات طويلة خلفت جمودا في الوضعية المادية حوار اجتماعي ضرفي وغير منظم غالبا ما كان يجرى تحت الضغط جمود أجور مضافين لسنوات طويل رغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وهو جمود امتدى لأكثر من 17 سنة جمود الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعمال في القطاع الخاص الفلاحي وغير الفلاحي جمود لكن لكن سيد رئيس الحكومة الحكومة لم تتسطر وراء الأزمة ولم تجعلها دريعة للتملص من مسؤوليتها بل على العكس من ذلك واجهتم تحديات بعزيمة وحزم وبإرادة وزرعة وباشرتم وباشرتم معالجة الملفات والقضايا الاجتماعية التي كانت عالقة منذ سنوات واستمعتم للجميع قلت سيد رئيس الحكومة استمعتم للجميع وتفاعلتم مع المطالب الاجتماعي بكل اهتمام وجدية وفي النهاية مسست الحكومة الحوار الاجتماعي حققت الحكومة إصلاحات اجتماعية رصين تخدم ورشة الدولة الاجتماعية واستجابت للمطالب مشروعة التي ظلت تؤجل لسنوات وقدمت أقسى ما يمكن تقديمه للدلالة على ذلك تحملات جديدة برسم الزيادة في الأنزور بمفرد تصل إلى 75 مليار درهم اليوم سيد الرئيس محترم ما حققته هذه الحكومة في هذا الضرف الوجيز أطارده البعض لا سيما أولئك الذين طالب شككوا في قدرات الحكومة عن الوفاء بالتزامتها للأسف لاحظنا كيف كانت هذه الحصيلة متميزة صدمة لهؤلاء لكن تأكدوا السيد الرئيس أنكم بهذه المنجزات رفعتم الصقفة عاليا قلت رفعتم الصقفة عاليا لا سيما في ضرفيا غير مساعدة ولذلك طبيعي أن يصاب خصوم النجاح بالهديان والارتباك اليوم نحن أمام حصيلة حكومية مشرفة ونتائج مذهلة للحوار الاجتماعي لم تتحقق للطبق العامل منذ سنوات وكانت بمتابة حلم صعب المنال صعب المنال لكن بفضل إصلاحات الجبائية للحكومة التي بتت روح الابتكار في موارد الدولة تمكنتم من تحويل هذا الحلم إلى حقيقة فهنيئا للطبق العامل بهذه المكتسبات وهنيئا لها بمأسسة الحوار الاجتماعي من خلال انتظام دورية هذا الحوار ومن خلال تخصيص كل دورة لقضايا ومفات مطلبية محددة وارتباطا بالزيادة الاستثنائية المقررة في الأجور والتي تلقها كل فئات المجتمع بارتياح كبير فإننا في فريق تجمع الوطن الأحرار لن ننساق لمحاولة البعض إفساد فرحة شغيلة مغربية وإطلاق توصيفات قضحية لمخرجات الحوار الاجتماعي ولن نستغرب من هذه الممارسات التي تنزع تنزع عفوا دائما نحو تبخيص عمل المؤسسات التي ألفناها وتعودنا أن نسمعها من طرف بعينه دون غيره يؤكد أنه يعيش حالة شروط شديد عن مشهد الاجتماعي والسياسي في هذا الإطار نود تتمين جهود الحكومة لإصلاح منظومة التعليم الرامي إلى تأهيل المدرسة العمومية لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة فهذا الإصلاح أدى إلى القطع بشكل كامل ولا رجعة فيه مع ما كان يصطلح عليه بأساتذة تعاقد من خلال إدماجهم ومنحهم صفة الموظف الرسمي العمومي في حدث وطني غير مسبوك قدر هذه الحكومة سيد رئيس أن تتحمل تكاليف إصلاح ما أفسده من سبقها وأن تتحمل أيضا وزر مواصلة تفعيل ورش الدولة الاجتماعية نعم نعم ستظل محطة 15 فبراير لحظة تاريخية قلت ستظل محطة 15 فبراير لحظة تاريخية خالدة في ذاكرة نساء ورجال التعليم بفضل إحداث نظام موحد ومحفز يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويساهم في تحسين ظروف اشتغالهم كذلك الشأن بالنسبة لإصلاح وضعية العاملين في قطاع الصحة وهو إصلاح يدخل في إطار تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي بهدف تجويد مختلف الخدمات الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات إيمانا منكم بدور الأطر والكفاءات الطبية في تنزيل مختلف السياسات العمومية والتوجهات الملكية لهذا القطاع وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية سيد رئيس الحكومة إن هذه النتائج لم تكن لتحققها لتتحققها لولا الإنخرات المسؤول والجد للمركزية النقابية التي لا تفوتني الفرصة للتنويه بمجهوداتها وتعاونها المثمر لإنجاح الحوار الاجتماعي بكل مسؤولية والشكر موصول أيضا للإتحاد العام للمقاولة المغرب ومن خلاله المقاولة الوطنية المساهمة من مقاربتها الجديدة في الحفاظ على السلم الاجتماعي ولابد كذلك من التأكيد أن انسجام مكونات الحكومة يشكل عنصرا أساسيا في نجاح المبادرات الحكومية فهنيئا لكم سيد الرئيس على قدرة هذه الحكومة بكل أغلبيتها في الحفاظ على هذا الانسجام وتوفير ضمانات استمرار بكل تبات وعزم لقد أرجعت الحكومة لمؤسستها الاعتبار من خلال تدخل والتحكيم وتبديد سوء الفهم وبسرعة في عدد من القضايا منها الملف المطلب لرجال التعليم العالي والمحامون وموظف وزارة التربية الوطنية وغيرهم إنها بالفعل دينامية غير مسبوقة إنها بالفعل دينامية غير مسبوقة تساهم في تنشيط تدبير العمومي وابتكار الأفكار والحلول لمعالجة القضايا والملفات إن الانسجام الحكومي يجعل الحكومة لا تتكلم كثيرا ولكنها تشتغل كثيرا وكلما وعدت حرصة على الالتزامات بالوفاء والإنجاز ولناليقين أنه إذا كانت إنجازات نصف الولاية متميزة فإن النصف الثاني من هذه الولاية سيكون إن شاء الله وعدا ومتمرا سيما أنكم أعلنتم على إعطاء الأولوية للتشغيل والاستثمار وإننا على استعداد دعم ومساندة كل مبادرتكم في هذين المجالين سيد رئيس واحترم إن الحوار الاجتماعي مصار مستمر ومتواصل بغاية استكمال بناء الدولة الاجتماعية في شموليتها بما يكفر تحقيق العدلة الاجتماعية والتنمية المندمجة لكل مكونات المجتمع ونحن إذ نتمن عاليا في فريق تجمع الوطن الأحرار مخرجات الحوار الاجتماعي بأننا نؤكد دعمنا لكم في مباشرة كل الإصلاحات التي بادرت إليها الحكومة وبناء عليه نطالب بالتسريع الفور مناقشة القانون التنظيمي للإضرب إن هذا القانون التنظيمي يكتسي طابعا استعجاليا وننا اليقين أنه بدكائنا الجماعي قادرون على إيجاد توافقات المطلوبة بين مختلف الفاعلين وبروح وطنية عالية يضمن مراعاة المصلحة العامة للبلاد وفقكم الله لما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغلي تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير مومنين جلالة الملك محمد السادس أدم الله عزه والسلام شكرا